بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج شهر رمضان شهر الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه مشكلة إدارية معقدة وبعد ذلك حلت عن طريق السيدة أم البنين سلام الله عليها بهذه الطريقة المجربة وأصبحت هذه المشكلة الإدارية كأنها لم تكن أبدا ذكر سماحة الشيخ محمد علي الإسلامي أنه في شهر ذا الحجة من سنة 1419 هجرية قدم نذرا وذلك عن طريق ختمة قرآن كريم إلى السيدة أم البنين عليها السلام لحل مشكلة إدارية مستعصية على الحل حاول كثيرا وحاول من كان معه في حلها لم يستطع وربما يصل الأمر إلى السجن والغرامة الكبيرة رغم كل هذه المحاولات لم ينفع حتى كاد أن يقع فيها كما قلنا نتيجتها أن تكون السجن والغرامات الكبيرة يقول الشيخ محمد علي الإسلامي ولكن ما إن بدأت في التلاوة تلاوة القرآن للسيدة أم البنين سلام الله عليها في كل يوم جزء في اليوم الثالث حلت المشكلة وكأنها لم تكن وظهرت الحقيقة وبان الذين قد كادوا لي كيدا وأوقعهم الله سبحانه وتعالى في شر أعمالهم فجرب ولا تشك انذر ختمة قرآن للسيدة أم البنين وانذر أنت أيضا ختمة قرآن للسيدة أم البنين سلام الله عليها وابدأ بالتلاوة وابدأ بالتلاوة وسوف ترى خلال أيام قليلة جدا تحل مشكلتك وتقضى حاجتك برنامج صباحات الأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر